حصار من بعد حصار وموت بعد موت ينتشل أهالي بلدة مضايا التي تحاصرها قوات النظام وميليشيا حزب الله اللبناني منذ سبعة أشهر أبناءهم من بين ركام الجوع حالة وفاة واحدة على الأقل يوميا بين الأهل المحاصرين بسبب سوء التغذية وأمراض الحصار ناشطون تحدثوا عن وفاة واحد وثلاثين شخصا الشهر الماضي جوعا في البلدة التي اضطر أهلها إلى أكل القطط والأعشاب للإبقاء على أرواحهم إنها ليست النهاية فميليشيا حزب الله لم تكتف بقتل أهل البلدة جوعا فهي تجبر الأهالي على أخلاء منازلهم على طرفي الطريق العام من معمل بقيل وحتى محطة بترول السعيد ووجهت إنذارات لهم بالإخلاء خلال فترات قصيرة بهدف تهجير السكان الأصليين من مضايا واستقدام سكان شيعا لبنانيين وإيرانيين وذلك لتغيير ديمغرافيا المنطقة بشكل كامل حسب ناشطون أمام هذا الانتهاك الخطير لحقوق الإنسان المجلس الثوري المحلي في مضايا طالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف التهجير الممنهج في المنطقة لمنع حزب الله من تنفيذ مخططاته بإفراغ مضايا من أهلها وطالبت دول الأعضاء في مجلس الأمن إلزام ميليشيا حزب الله ومن خلفها قوات النظام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ولسيما تلك التي تتعلق بحماية المدنيين في سوريا الأمم المتحدة وعلى لسان ستيفن أوبراين وكيلها العام للشؤون الإنسانية اعترفت بفشلها في إيصال المساعدات للمدن السورية المحاصرة وفقا للحاجة الإنسانية الملحة واعترفت أيضا بفشل المفاوضات خلال أربع سنوات لإيصال المساعدات للمناطق المحاصرة في الداخل السورية وأبلغت الدول الغربية بما فيها بريطانيا بموافقتها على إسقاط المساعدات الغذائية للمدن والمناطق السورية المحاصرة بدون انتظار الحصول على موافقة النظام بحسب ما كشفته صحيفة ديلي تيليغراف البريطانية موسيقى